الحقيقة هنكمل كلامنا ولكن خلونا نبدأ دائما بأول حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهي حائط صد الحقيقة بالنسبة لي فيه موضوع مهم وهو غامض ومثير في نفس الوقت الحقيقة من جانب مسئولي اتحاد كرة القدم النهاردة النادي الاهلي للمرة التالتة أو الرابعة تقريبا بيطلب من اتحاد كرة القدم تحديد موعد بطولة السوبر اللي بتتلاقب مع بداية كل موسم هل فيه حاجة غريبة في اللي أنا بقوله؟ هل فيه حاجة غريبة في اللي النادي الاهلي بيقوله؟ هل فيه حاجة غريبة في اللي النادي الاهلي بيطلبه؟ اللي أنا أعرفه واللي طول عمرنا عايشين عليه أنه مش في مصر بس في العالم كله أن مباراة السوبر بتكون قبل بداية الموسم ما بين بطل الدوري وما بين بطل الكاس بتتلعب ممكن في البلد وممكن برى البلد النهاردة مسؤولي نادي الأهلي في خطابهم اللي تم إرساله لاتحاد كرة القدم تسألوا سؤال بسيط وسهل وليس فيه أي مشكلة عايزين نعرف وبشكل عاجل بسرعة جماعة ونبي قولوا لنا شروط البطولة اللي هي المفروض بطولة السوبر تفاصيل الحقوق بتاعة هذه البطولة لحقوق التسوقية طبعا طيب إيه تاني الجوائز المالية إيه تالت موعد هذه البطولة أنا كأهلي عندي ارتباطات وعندي ارتباطات كتير جهاز الفني لما بيجي يكلمني جهاز الفني بيتكلم من منطلق أنه هو عايز يرتب نفسه يرتب تدريبه يرتب سفرياته يرتب كل حاجة فبيروح للإدارة يقول لهم يا جماعة بعد إذنكم كابتن خالد بيبو يقول لهم يا جماعة يا كابتن خالد مرسل كولر بيسأل خالد يقول له إحنا عايزين نعرف الفترة القادمة إحنا هنلعب إزاي أو هنلعب مباراة السوبر إمتى فكابتن خالد بيقول بيتفق مع دارة الكرة هو يبعث لاتحاد كرة القدم يا جماعة عندنا واحد اتنين ثلاث فيجب أن يكون هناك وضع أو يجب أن يكون هناك مباريات أو مواعيد للمباريات واضح عشان الجدول أو الاستعداد بيبقى وفقا لجدول وطريقة عملية حسابية فنية من جانب مستر كولر هتقول لي عام ما تكبرهاش والله العظيم تلاتة مش بكبرها لحاجة هذه هي الحقيقة كل بلاد العالم المحترفة والمحترمة ومدربين العالم المحترفين والمحترمين بيشتغلوا بهذا الشكل عشان كده الرجل عايز يعرف المعاد إمتى عشان يشتغل عليه يعني وهذا الرجل تحديدا بقاله تاريخ طويل في تدريب في كرة القدم عموما يعني أعتقد أنه هو ما شافش كده الأندية بتتحاسب على اتحاد كرة القدم عشان نعرف مواعيد بتتحايل الأندية بتتحايل يا جماعة في اتحاد كرة القدم قولولنا مواعيد البطولات اللي حنشارك فيها عشان نشوف هنعمل ايه أكيد الرجل خاد انطباع سيء يعني من اللي بيشوفه في كرة القدم المصري ومن تنظيم اتحاد كرة القدم أنا آسف هو سر لماذا هذا الغموض لماذا هذا التجاهل الأهلي بقاله فترة طويلة جدا بيطلب تحديد موعد اقامة بطولة السوبر هو يعني مصير السوبر ده ايه يعني ايه اللي حيحصل ليه يا مسؤولي اتحاد كرة القدم ولجنة المسابقات عايزين تثيروا الشكوك حوالين اللي بيحصل او حوالين هذه المسابقة هي ايه المشكلة أنا كفريق كسبان بطولة دوري وكاس وعندي بطولة اخرى سوبر ان انا عايز اكسبها وعندي فترة اعداد من خلال هذه او من خلال فترة الاعداد بزبط الفترة اللي بعد كده فلازم ابقى عارف الارتباطات انا كنادي لازم ابقى عارف الارتباطات اللي عندي لا هو عيب ولا هو حرام انما العيب اللي بيحصل من جانب اتحاد كرة القدم تجاهل مطالب النادي الاهلي يا جماعة انتم مش شايفين كم من الارتباطات اللي بينتظرها النادي الاهلي خلال هذا الموسم سواء على المستوى المحلي او الافريقي موسم كروي كبير جدا ومزدحم زي ما النادي الاهلي قال في بيانه وعموما اتمنى ان يحدث شيء خلال الفترة اللي جاية لان الكرة دي وقت في ملعب اتحاد كرة القدم اللي يجب ان يخرج علينا سريعا خلال الساعات القليلة القادمة ويكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه البطولة المحلية وماذا قال النادي الاهلي في بيانه وروني يا شباب البيان بتاع النادي الاهلي اهو الاهلي يختل اتحاد كرة القدم بموقفه من السوبر والبطولات المستحدثة ارسل النادي الاهلي اليوم خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم اكد فيه على انه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويا من مباراة واحدة بين بطلاء الدوري والكاس حيث يتطلع فريق الاهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي او اذا ترى تعديل على هذا النظام وهنا بقى النادي الاهلي بيقول ايه ولكن شريطة ان تظل هذه البطولة ما بين قسين حالة تعديل نظامها استمرارا لبطولات السوبر المصرية في الاعوام السابقة ومكملة لها وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي وتغضع لذات اللوايح التي تم العمل بها في السنوات السابقة وتغضع لذات اللوايح التي تم العمل بها في السنوات السابقة واكد الاهلي في خطابه على ضرورة تلقي من اتحاد الكرة وبشكل عاجل ما بين قسين شروط البطولة وتفاصيل حقوقها التسويقية وجوائزها المالية وبخصوص اي بطولات مستحدثة من جانب الاتحاد الاهلي قال في خطابه نختركم مبكرا وقبل الاعلان عن اي تفاصيل خاصة في هذه البطولة بان النادي الاهلي يجد صعوبة بالغة في المشاركة في اي بطولة في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقرية خاصة وان فريق الاهلي ارتبط رسميا بالمشاركة في البطولة الافريقية الجديدة اللي هو الدولي الافريقي لكرة القدم بجانب بقية المسابقات المحلية والافريقية هو ده بس انا حبيت ان انا يعني اقرأ لحضراتكم برضو هذا البيان او هذا الخطاب اللي بعثه النهاردة النادي الاهلي لاتحاد الكرة المصري اشتركوا في القناة